بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرنة أخرى من خلال هذه الحصة سأقوم بتقديم برمجية من برمجية الجوجي برا كما تلاحظون هنا الانوان لكوضاني تنفكتور إحداثيات متجهة هذه البرمجية تقوم بتوليد بجموعة من الأسئلة بطريقتنا عشوائية بطبيعة الحال مثلا هنا نحن بصدد القيام بالإجابة عن السؤال الأول البرمجية قامت بتوليد هنا متجهة وسنقوم بإدخال الإحداثيات الخاصة بهذه المتجهة هنا مثلا للحصول إلى إحداثيات متجهة بطبيعة الحال سنقوم بحساب عدد التدريجات الأفقية وكذلك عدد التدريجات العمودية أولا سنقوم بنقل هذين الصندوقين الصندوق الأول ثم الصندوق الثاني لاحظوا عندما أضعوا الصندوق الأول في وصول المتجهة فإنني أحصل على اثنان من الأزرار الزر الأول كما تلاحظون هنا الزر الأول يحمل علامة زائد وزر الآخر يحمل علامة ناقص كذلك عندما أقوم بنقل الصندوق الثاني سيحصل نفس الأمر هنا سأحصل على اثنين من الأزرار الزر الأول يحمل علامة زائد والزر الثاني يحمل علامة ناقص هذه الأزرار ستمكنني من تغيير بطبيعة القيمة المتوجدة داخل هذا الصندوق قلت بأنني هنا سأقوم بحساب 1 2 3 4 5 6 إلى اليسار ناقص 6 هكذا وأفقيا عموديا كذلك سأقوم بحساب هذه التدريجات 1 2 3 4 5 هنا ستكون القيمة المجابة بطبيعة الحال عندما أقوم بالتأكد من الإحداثية التي قمت بإدخالها سأضغط على هذا الزر هنا إذا كان الجواب صحيحا فإن سينتقل من 0 إلى 1 بطبيعة الحال سأحصل على نقطة وإذا كان الجواب خاطئا سأحصل على 0 نقطة وكذلك سأقوم هنا في اليمين على رسالتين الرسالة الأولى ستخبرني إن كان الجواب صحيحا أو خاطئا وكذلك ستقوم بإعطاء طريقة حساب إحداثيتها على المنتج هنا لاحظوا عندما أضغط سأحصل على الرسالتين الرسالة الأولى تقول بأنني قمت بإدخال معلومات خاطئة موفيز غيبونس لابنة A موان سيس سنك يعني أنني لكي أمر من A إلى B سأنتقل أفقيا نحو اليسار بسيس تدريجات سيبا فير لغوش واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وخمس خطوات ساقوم بالضغط لتولد سؤال آخر لاحظوا عندما أضغط ستعود هذه السندوق سيعود هذا السندوق إلى مكانهما الأصلي وكذلك القيمة العددية التي يحمله كل واحد منهما ستحمله العدد السفر سأقوم مرة أخرى سيقوم التلميذ بسحب هذين السندوقين كل في مكانه وسنقوم بإدخال إحداثيتها المتجهة مرة أخرى سأقوم بإدخالها بشكل صحيح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا ناقص ستة نفترض أن أنا قمت بإدخال ناقص سبعة باستعمال الزر الآخر سأعود إلى القيمة ناقص ستة وعموديا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه المرة سأقوم بإدخال العدد السبعة مكان السندوق الثاني يعني مكان الأرتب وبعد ذلك سأضغط هنا على هذا الزر حتى أقوم بتأكيد الجواب الذي قمت بإدخاله لاحظوا هنا الرسالة ستتظهر برافو وهنا يقوم بالتأكيد لكي نمر من النقطة A إلى النقطة B سنتحرك أفقيا نحو اليسار بستة تدريجات وسبع تدريجات نحو الأعلى سنقوم بتوليد سؤال آخر لاحظوا هنا المتجهة طبيعة الحال تغيرت سنقوم مرة أخرى بسحب السندوقين إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه هنا سنقوم بحساب عدد التدريجات الأفقية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ست تدريجات نحو اليمين هذه المرة سيكون القيمة موجابة بطبيعة الحال وسأقوم بالنزول نحو الأسفل وليس الأعلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا ستكون ناقص ستة بعد ذلك سأضغط على هذا الزر كما قلت لتأكيد الجواب لانتقال من النقطة A إلى النقطة B وفقيا سنتحرك ستة تدريجات سنقوم بالنزول عموديا بكذلك ستة تدريجات سنقوم بتوليد سؤال آخر سأقوم بتوليد مثلا هذا السؤال هذه المتجهة سنقوم بالبحث عن إحداثيتها أولا سنقوم بسحب السناديق إلى المكان الخاص بهما وكذلك سنقوم بإدخال القيم الخاصة بكل صندوق هنا لكي نقوم بالانتقال من A إلى B وفقيا دائما سننتقل كما تلاحظون هنا بوحدتين أو بتدريجتين نحو اليسار هنا ستكون ناقص اثنان وسنقوم بالنزول بتدريجة واحدة أو مربع واحد ستكون ناقص واحد عندما نضغط على تأكيد الجواب سنصدرنا هذه الرسالة وكذلك سنحصل على هذه الرسالة الموجودة هنا في أسفل باللون الأحمر وكذلك سنقوم بالنزول بشكل صندوق خطوات تاني نحو اليسار وكذلك خطوة واحدة نحو اليسار نتمنى أن نستفيد من هذه الرسالة بطبيعة الحال سنقوم بناشر رابط الخاص بها وإلى الرسالة المقبلة بحول الله